السوشيال ميديا صورة فرقة معك ازاي؟ السوشيال ميديا كانت هي يعني اول حاجة اعملها اوري صوت الناس انا ما عرفهاش فكان بيفرق معي في ان مثلا يجيلي فيدباك ايجابي او فيدباك سلبي الموضوع كان بيشجعني ان انا اكمل وفي نفس الوقت انا بعمل حاجة حلوة فالي هو يعني حلوة بالنسبة للناس وفي ناس تانية شايفها مش حلوة برضو فحسيت اللي هو خلاص يعني طالما بدأت حاجة محتاجة اكملها الاخرة علشان وينوت تخصل كمان دلوقتي هي عبارة عن زي الجيت بتاعة اي محد موهوب ان هو يغني او يطلع اي موهوب عموما تمثيل هنا اي حاجة فلازم هي لازم حاجة كان بني ادم يعملها لانها دلوقتي السوشيال ميديا بقت في ادنا كلنا ولو انا عايزة اوصل لحاجة هتبقى دي البداية بس طب احنا شوفنا على السوشيال ميديا ان انتي فيه باند بتغني معاي احكيلنا على الباند ده ماشي الباند ده هم ناس اصحابي اصلا تعرفت عليهم من ناحية المزيكة وهم هوبين قوي هم شباب زي يعني احنا مفيش حد فينا بقالوا مثلا زمن او حاجة بيلعب مزيكة لا احنا كلنا بنعمل حاجة كلنا بنحبها ممكن اقولك اسامي لو عايزة كمال نسيم بيلعب معايا كخون وعرف الصنباطي على العود وميدو جيتار وكان كمان كان فيه الالمنت بتاع العود كنت حاسة ان هو مهم علشان كنا عايزين نحط حتة اوريانتل شوية لها علاقة بمصر علشان ناس تحس انها لو جيتار وكخون بس وبغني مثلا اغنية بتونس بيك او اغنية قديمة مش هيبقى ليها نفس الاحساس بتاعها لما يكون فيه عود كده بيدي اصل الاغنية